السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة تعليم تدائي الرائد كالرحب بكم يوم جديد والدرس الجديد إن شاء الله نتمم الدرس دينا إن شاء الله بعد ما شفونا مجموعة من نماجيش الفروض قمنا بتصحيح ديالها أكيد قمنا بمراجعة مجموعة ديال الدرس اللي صعبين شي شوية قمنا بطريقة أكتر مبسطة أكتر وكيف لاحظت دورة أنا كنخلي لكم دائماً أي فرد خدمتهم كنخلي لكم الرابط دياله في صندوق الوصف إلا بغيتوا تاخدوه بغيت طبعوه و تخدموه إن شاء الله في البيت كذلك الصفحة ديال فيسبوك نزولاً عن طلب مجموعة ديال أمهات والآباء كنشكركم بزاف على الرسائل الجميلة جداً المشجعة جداً والمحفزة جداً عن الاستمرار كنشكركم بزاف نزولاً عن طلبكم نقبل الصفحة ديال الفيسبوك لأنه عندكم صعوبة لأنكم بدخلوا اليوتيوب كل نهار إذاً لأنا درت لكم الصفحة ديال فيسبوك كنحط فيها جميع الدروس اللي كنحط على اليوتيوب كنحطهم كذلك على الفيسبوك إذاً مرحبا بكم سواء على اليوتيوب ولا على الفيسبوك الأهم هو أن مدرسة التعليم السيداء الرائد تكبر و إن شاء الله يستفدوا معنا أكبر عدد التلميذات والتلاميذ جيد إذاً اليوم إن شاء الله نتميم درس ديالنا في مادة التربية الإسلامية ونأخذ مقرر مرشدي في التربية الإسلامية الصفحة رقم 61 بنسبة التلاميذ والتلميذات اللي عندهم نفس المقرر يتبعوا معي غادي فهموا بطريقة اللي هي أحسن جيد إذاً اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على صورة جميلة جداً بعنوان صورة الإنشقاق غادي نشوفوا الجزء الأول اليوم ومن بعد غادي نشوفوا الجزء الثاني وخا غادي نشوفوا اليوم من الآية 1 إلى الآية 15 وغادي نتعرفوا على مجموعة دي الأشياء جديدة مجموعة من المفاهيم جديدة كنتمنى أن الكل يركز معي وأول حاجة كنت بدأوا بها دائماً هي أن نقرأ صورة الإنشقاق تلاوة جيدة ومن هذا من بعد غادي خذكم تظهروها كيف ديما إذاً هذا الشيء ولا معروف أبدأ القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كاجح إلى ربك كبحاً فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيراً إنه كان في أهله مسروراً إنه ظن أن لن يحور بلا إن ربه كان به بصيراً صدق الله العظيم إذن لاحظوا معي أن الصورة فيها مجموعة من الأشياء غادي نحاول أننا نشرحها مفهوم؟ لاحظوا معي إذا السماء انشقت معناها أن السماء تصدعت أي وقع فيها شق يعني بحل شيكاس لتهرس وقع فيه شق كذلك السماء وأذنت لربها وحقت أي أذنت لربها معناها أطاعت أمر ربها مفهوم؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرها بأن تنشق أو لا باش تتشق يعني الله سبحانه وتعالى بأمر من الله وهي كذلك فأطاعت أمر ربها وانشقت جيد إذا نحاول ما أمكن أن نشرح معكم نشرح معكم الصورة وكذلك نشرح مجموعة من المعاني ديالها في نفس الوقت باش نستفدوا كذلك إذا وإذا الأرض مدت الأرض كذلك مدت بأمر من ربها وألقت فيها وتخلص أي أن الأرض كذلك ألقت كل ما فيها من جميع المخلوقات لخلق الله سبحانه وتعالى سواء الإنسان الحيوان النبات يعني أي أشياء لكل هالمخلوقات لعلى الأرض ألقت بها وتخلصت عنها جيد هذا أكيد أنه بأمر من الله سبحانه وتعالى جيد وأدنت لربها وحقت حقت معناها وجب عليها الاستماع والإنقياد هي كذلك تستمع إلى أمر ربها سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى أمرها بذلك وما عليها إلا أن تطيع الله سبحانه وتعالى جيد يا أيها الإنسان إنك كاجح إلى ربك كذحا فملاقيه أي أنك تعمل بجد يعني كيتحدث الله سبحانه وتعالى هنا عن الإنسان يقول أنه يعمل بجد وجهد إلى أن يلقى ربه يعني يعني الإنسان أن يعمل بجد حتى يلقى الله سبحانه وتعالى يعني في صورة اللي هي حسنة يعني خاصنا أننا نعملوا في الخير ونصلي ونعبدوا الله أكيد نشكروا الله على جميع الأشياء اللي حقق لنا في الحياة زينا وحتى على الأشياء اللي ما حققش لنا واجب من الواجب علينا شكر الله سبحانه وتعالى في جميع الحالات وجميع الأحوال جيد إذن نتمم فأما من أوتي كتابه بيمينه أي الكتاب المقصود به هنا هو الأعمال اللي كيعملها كل شخص يعني من عمل خيرا يلقاه ومن عمل شرا يلقاه لذلك علينا أن نعمل صالحا باش للقوضة سبحانه وتعالى ويستقبلنا بصورة اللي هي حسنة اللي وعد بها المؤمنين والمؤمنات جيد إذن عندنا الكتاب أكيد دينا اللي كي تكتبو فيه كل شيء كي تكتب فيه اللي هو جيد اللي هو سيئات اللي كنديرو كذلك الحسنات اللي كنديرو في الحياة دينا كل خطوة كنقوم بها في الحياة دينا إلا وتسجل في الكتاب دينا مفهوم فأما من أوتي كتابه بيمينه أي أن الكتاب كان واخده باليمين دينا أو باليد اليومنا فسوف يحاسب حسابا يسيرا جميل جدا يعني أن شيء يسير يعني أن شيء سهل وجميل جدا يعني هذا شيء اللي كي وعدنا الله به سبحانه وتعالى وينقلب إلى أهله مسرورا أي أنه كي يرجع للأهل دينا مسرور مسرور جيد يعني مسرور وفرحان بالأعمال طيبا لقم بها في الحياة دينا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا أي أعود بالله الناس اللي كيعملوا شر في الحياة دينا هم ما كي يديروش الخير وما كيصدقوش وما كي يعونوش الناس وما كي يديروش الأشياء اللي هي أو ما كيطيعوش الله سبحانه وتعالى ما كيستمعوش ما كيقروش القرآن ما كيطبقوش الأشياء اللي جات في القرآن الكريم هذو كلهم سوف يعني الله سبحانه وتعالى غادي يدعوهم للهلاك أي أنه سوف يعني غادي يلقاوا الشر كيف كانوك يديروه في الحياة دينا للأسف الشديد ويصلى سعيرا يعني أنهم غادي غادي تلقاوا نفس الشيء اللي كانوك يديروه في الحياة دينا غادي تلقاوه في الآخرة دينا إنه كان في أهله مسرورا إذا جيد إنه ظن أن لن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا أي أننا هنا في الحياة إحنا في هذه الحياة كاملين أخص الإنسان لأن الإنسان هو الذي يحاسب كلنا الله سبحانه وتعالى بنا بصيرا أي أنه يبصرنا ويسمعنا أينما كنا أينما رحلنا وارتحلنا فالله سبحانه وتعالى يراقبنا يراقب أفعالنا لدع علينا أن نسعى حسنا وأن نفعل الأشياء اللي هي طيبة وحسنة الحمد لله اللي نقدروا أننا نلقوا بها الله سبحانه وتعالى وإحنا مصرورين واخر جيد جدا إذن نتمم نحاول أننا نجوب الأسئلة للفهم من خلال اللي شرحت لكم دابا لاحظوا أنني شرحت لكم بطريقة اللي هي جميلة جدا مبسطة جدا بعيدة كل بعد عن التعقيدات هذا باش تحاولوا أنكم تجوبوا بطريقة اللي هي صحة على أسئلة الفهم جيد إذن غادي نحاول أنني نقرر السؤال الأول في أسئلة الفهم عن أي شيء يتحدث الله تعالى في بداية الصورة إذن شرحت لكم وماذا يجب فعله لدخول الجنة سوف أجيب في ورقا نظرا لأننا ما عنديش هنا المكان الكافي باش نجاوب لاحظوا معي إذن أجيب يتحدث الله في بداية الصورة عن علامات يوم القيامة جيد حيث أن السماء تصدعت والأرض مدت طاعة لأمر ربهما إذن لحظنا أن فعلا في بداية الصورة فالله سبحانه وتعالى يتحدث عن علامات الساعة حيث أن سوف يقع انشقاق في السماء أكيد بأمر من الله سبحانه وتعالى وسوف كذلك الأرض سوف يعني مدت طاعة كذلك لأمر ربها جيد إذن هذا كله يتم من علامات الساعة أو من علامات يوم القيامة مفهوم جيد ننتقل للسؤال الثاني إذن ماذا يجب فعله لدخول الجنة إذن أجيب يجب فعله لدخول الجنة هو العمل على طاعة الله بجد وجهد إلى أن نلتقيه يعني علينا علينا أن نعمل بجد وجهد في طاعة الله سبحانه وتعالى كيف نطيع الله نطيع الله سبحانه وتعالى بأن يعني أن نقيم الصلوات جنة نصلي أكيد صلوات جنة نقرأ القرآن نصوم رمضان نحج يعني ما نستطع إليه سبيلا يعني اللي عنده الإمكاني أنه يحج يحج اللي يقدر أنه يدير الخير يديره اللي يقدر أنه يساعد للمحتاجين والفقراء يساعدهم اللي يقدر يساعد ليتاما أكيد أنه يساعدهم هذه الأشياء كلها تجعلنا أننا نتقرب لله سبحانه وتعالى جيد إذن قلت أن يجب أو ما يجب فعله لدخول الجنة هو العمل على طاعة الله بجد وجهد إلى أن نلتقي إن شاء الله جيد إذن شوفوا السؤال آخر كيف يحاسب المؤمنون والمؤمنات يوم القيامة كيف يحاسب المؤمنون والمؤمنات يوم القيامة إذن لاحظوا معي نحاول أن نجاوب فرقة لاحظوا يحاسب المؤمنون والمؤمنات يوم القيامة حسابا يسيرا جزاءا بما كانوا يعملون من خير يعني أن المؤمنون والمؤمنات وعدهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بحساب يسير يعني يسير سهل بمعنى أنه سهل جزاءا بما كانوا يعملون من خير في الحياة دي لهم جيد إذن هذا الشيء سرحت لكم بما فيه الكفاية كنظل أن الكل استوعب معي المعنى دي صورة الإنشقاق والمفاهيم اللي جات فيها جيد إذن أستفيد يأخذ المؤمنون والمؤمنات يوم القيامة كتبهم بأيمانهم فيحاسبون حسابا يسيرا جيد إذن أن المؤمنين المؤمنون والمؤمنات يوم القيامة سيأخذوا الكتب دي لهم اللي مكتب فيها واش عملوا شر ولا عملوا خير في الحياة دي لهم بأيمانهم يعني باليمين دي لهم فيحاسبون حسابا يسيرا أي أنه سهل وبسيط جدا جيد إذن إلى هناك نوصل لنهاية الشرح دي لهم نتلقى معكم إن شاء الله في الدرس القادم سنرى مجموعة من التمارين للإجابة عليها في الدرس القادم إن شاء الله إذن أسأل الله لي ولكم التوفيق وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة